السلام عليكم في المحاضرات السابقة احنا اتكلمنا عن سند جوانب الحفر عن طريق عمل Retaining Walls حوائط سند النهاردة هنتكلم عن سند جوانب الحفر باستخدام حاجة تانية بنسميها Shoring System هو نظام لسند جوانب الحفر وعادة بيبقى حفرة هنيق ولكن بكون سبت مختلف شوية عن الحوائط الانسان الاثنين ليهم نفس الفكرة كله مبني عن انه بيشيل القوة الجانبية القوة الضغط الجانبية للتربة ولكن التطبيق مختلف فتعالوا الاول نشوف ايه الاستخدامات بتاعة Shoring System Shoring System لو انا عندي عمارة عالية بهذا الشكل وانا عاوز انزل احفر جنبها عمارة تانية ارض تانية عاوز احفرها عشان ابني عمارة تانية فانا مضطر ان انا انزل لعمق حفر عمق الحفر ده لو انا حفرته بالطريقة العادية العمارة دي هتقع هنا هو من غير اي حاجة تسندها يبقى الحل ان انا اجي اعمل حاجة هنا اللي هو زي اللي احنا بنشاور عليه ده حاجة بنسميها نظام سند جوانب الحفر النظام ده بيسند للتربة اللي هنا وطالما سندني التربة اللي هنا يبقى في هذه الحالة سند لي المنشأ واقدر اشتغل هنا هو واحفر واعمل اللي انا عاوزه وبعد ما خلص ارجع اردم تاني وكل حاجة ترجع زي ما كانت يبقى انا سندت المنشأ لحد ما اخلص الحفر بتاعي ده الشكل العام اهو ادي ارض عالية وانا نازل هنا في منطقة واطية روح تعامل نظام سند جوانب في الجنب ده عشان اقدر اسند كل المنشآت اللي موجودة هنا ما تقعش على الحفر بتاعي شكل تاني فوسط مدينة وانا عاوز انزل للعمق الكبير ده وحوالي عمارات عالية جدا وشوارع حفرت بس عملت نظام داير داير لسند الجوانب عشان الشكل من فوق يبنلك اكتر اهو ادي الشوارع اهو داير داير ومنشأ وانت نزلت في الحتة دي وحفرتها لعمق كبير جنب المنشأ ورغم ذلك كل حاجة واقفة في مكانها عشان اللي انت عملته داير دا اللي هو نظام سند الجوانب ممكن نفس النظام دا بنطبقه في حالة الحاجات المائية ابقى في وسط المية عاوز اعمل شغل مبنى عاوز اعمل حاجة بس باستقطع حتة من المية واعمل عليها نظام سند جوانب وبشتغل جواها والمية ما بيدخلش جوا نفس الكلامة هو برضو مجرى مائي واستقطعنا حتة وعملنا فيها شغل جوا المنطقة دي عن طريق نظام سند الجوانب منعنا فهو بيسند الجوانب سواء كانت بيسندها من المية او بيسندها من الطربة او بيسندها من المية المخلوطة بالطربة كل وارد ممكن يبقى حاجة زي كده ومش بس بعمل نظام سند جوانب دا انا بردم وراء النظام سند الجوانب دا زي ما بعمل مثلا رصيف مينة لو انا عاوز اعمل هنا رصيف مينة مثلا هعمل النظام دا نظام سند الجوانب واردم وراء يبقى معنا كده ان اصبح دا رصيف للمينة السفن بتاعتي ممكن تقرب لحد المينة لحد الارض اللي هنا بدون اي مشاكل اذا بتعامل مع الطربة وبتعامل مع المية طيب احنا كده عرفنا ايه هي استخدامات واهمية الشورينج سيستم في بعض الاسئلة بقى لازم نفكر فيها اول حاجة لماذا يوجد طرق خاصة لسند جوانب الحفر ولا نقوم باستخدام الحوائط السند التقليدية يبقى لازم ابقى فاهم ايه الفرق بين الشورينج سيستم وحوائط العادية اللي احنا درسناها قبل كده السؤال التاني ما هي انواع وطرق تنفيذ المختلفة لانظمة سند جوانب الحفر وما هي العوامل المؤسرة في اختيار طريقة عن اخرى يبقى انا لازم اكون عارف الـ types of shoring system عشان اقدر اخطار ما بينهم كيفية التحليل الانشائي لانظام سند جوانب الحفر وتعيين الاجهدات الداخلية لعمل تصميم مناسب طبعا طريقة التصميم يبقى هو الاساس ان انا افهم انا امتى بعمل شورينج سيستم وامتى بعمل حوائط تقليدية طب الحوائط تقليدية اللي احنا اخدناها قبل كده انظمتها كتيرة قلنا فيه الجرافتي وولز اللي هي حوائط كتلية كبيرة او حوائط cantilever wall بتبقى حوائط خرصانة او حوائط counterforted walls بتبقى حوائط خرصانة كبيرة وعالية وليها اسلحة او اعصاب بتقويها عشان تمكننا من انحنا نوصل للارتفاعات الكبيرة طيب نيجي هنا بقى لجزئية مهمة ايه هي بقى ايه اللي يخليني اعمل شورينج سيستم وايه اللي يخليني اعمل حوائط تعالوا نبص كده على الحوائط اللي احنا شفناها هنا حنلاقي ان كل الحوائط اللي احنا شفناها دي ليها قاعدة الحيطة دي ليها قاعدة الحيطة دي ليها قاعدة الحيطة دي ليها قاعدة الحيطة دي ليها قاعدة الحوائط دي الاعصاب دي متوصلة تحت في اواعد واي منشأ في الدنيا ليه قاعدة اول حاجة بتنفزها هي القاعدة يبقى انا معنى كده ان انا عشان اعمل الاواعد دي يبقى معنى كده ان انا لازم اعمل الشكل ده انا لازم احفر المنشأ بالكامل لحد ما وصل لمنسوب التأسيس أنفذ القعدة بتاعته وبعد كده أطلع بالأعصاب أو بالحوائط بتاعته الوضع ده مش متاح في الحالة اللي إحنا لسه كنا بنتكلم فيها دلوقتي لو أنا عندي حاجة بهذا الشكل المنظر ده أنا عندي مبنى وعندي هنا هو عاوز أحط حاجة تسندلي التربة هنا أنا عشان أنزل ونفذ حيطة تحتي يبقى معنى كده أن أنا خفرت بالفعل يبقى معنى كده أن المنشأ ده وقع من الأول يبقى إذا نظام سند الجوانب هو الفرق الأساسي أنه ملوش أواعد نظام سند الجوانب هو نظام حائطي فقط حيطة فقط عيمة في التربة سميها عنها عيمة في التربة هي مش عيمة طبعاً ولكن هي ماشية جوة التربة متشالة على التربة وفي نفس الوقت بتمنع التربة من أنها تتحرك جانبياً لكن ملهاش قاعدة وبنفذها من على السطح أنا من فوق سطح الأرض بنزل النظام ده اللي هو الحاجة دي اللي بدقها في الأرض وبتكون النتيجة أن أنا بقدر أحفر وراها من غير منفذ لها أوائد وعشان كده هي بيبقى نظام مؤقت نظام بحطه شورنج سيسلم ده بحطه لفترة أثناء التنفيذ خلصت التنفيذ بشيله أو بسيبه في الأرض حسب نوعه وبعد كده برجع أعمل المنشأ بتاعي اللي أنا هعمله جوه وخلاص وبردم عليه وبنساه بعد كده خالص لكن الحيطة الحيطة لازم أحفر الأول وحط لها القعدة بتاعتها واطلع بالجوانب وبعد كده أبتدي أعملها فده ما ينفعش وفيه منشآت قائمة عشان كده الشورنج سيستم هو نظام مختلف عن الحوائط وإن كانوا الاثنين بيؤدوا نفس الغرض يبقى دي الحوائط اللي احنا اتكلمنا عليها وإن هنا بيقولك يتضح من الأمثلة السابقة لحوائط السندة التقليدية أن تنفيذ هذه الحوائط السندة ذاتها يحتاج للحفر للوصول إلى منسوب التأسيس ومما قد يؤدي إلى انهيار التربة أو تحرك التربة أثناء تنفيذ الحوائط لذلك لابد من تنفيذ شورنج سيستم قبل عملية الحفر يبقى الشورنج سيستم هو ده الفرق ما بينه وما بين الحوائط وإن كانوا الاثنين بيشيلوا الضغط الجانبي للتربة طيب نخش دلوقتي على الأمثلة بتاعت الشورنج سيستم الشورنج سيستم أنواعها كتيرة فيه أنواع بيسميها ستيل شيت بايلول مشهورة جدا الحوائط دي بتبقى عبارة عن قطع حديدية ده القطع بتاعها القطع دي بتيجي تتركب مع بعضها ولما تتركب مع بعضها تدق جوة التربة بحيث أن أنا أقدر أخلي جنب من التربة يتسند وجنب من الناحية التانية أقدر أحفره الصور حتبين لنا أكيد بعد كده أشكال أخرى نقدر نتخيلها فدي نوعيات مختلفة في قطعات مشهورة ومعروفة وليها أرقام بحيث أن تخش على الجدول بتاعها تطلع المواصفات بتاعتها زي القطعات الحديد اللي أنتم بتشتغلوا بيها في فلسطين دي الأشكال بتاعتنا قطع حديد بتيجي بتتدق في التربة بتيجي تبقى وقفة كده تجيب مكنة تدقها في التربة بتنزل جوة التربة بعد ما تنزل جوة التربة وكلها ملمسة في بعضها بكون حيطة أو سطارة الحيطة دي أو السطارة دي بقدر في جنب منها أحفر ويفضل السطارة دي وقفة في مكانها وحكزة التربة اللي وراها منظر ده بيبين لنا أكتر أهي أدي القطاعات الحديد وأدي المكنة المكنة بتيجي بتزوء القطاع ده بتنزله جوة الأرض أو بتضغطه أو بتدق عليه وهكزة ده قبله 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 لحد ما ألاقي نفسي كونت حيطة بعد ما كونت الحيطة دي أقدر أحفر الجنب اللي هنا ده والجنب اللي جوة ده واقف في مكانه أو العكس أحفر الجوة واللي برا ده مازال واقف في مكانه شكل المنظر أثناء التنفيذ القطاعات بتتركب ورا بعدها ورا بعدها وبعد كده بتيجي في جنب منهم تحفر زي ما أنت عاوز بدون أي مشاكل طيب إيه المميزات بتاعة الكلام ده مناسب للطربة الضعيفة أكيد لأن أنا بدقه جوه 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 فلازم تبقى ضعيفة تكون مناسبة في حالة وجود المياه الجوفية لأن نفازيتها صغيرة القطاعات ملمسة في بعضها ومسكة في بعضها جامد بحيث أننا لو في مية يمين أو شمال زي ما أنت شفته إحنا حفرنا جوه المية أساسا يعني فلو في مية يمين أو شمال المية دي مش هتتنقل لجنب اللي ناحية التاني أهو منظر أهو أدي المية يمين وجوه مفيش مية خالص والقطاعات مدقوقة ومحطوطة وبشتغل في جنب والجنب التاني مليم مية ومفيش أي مشاكل نفس برضو المنظر أهو نازل لأعماق كبيرة ورغم ذلك مفيش مية دخلت لي جوه السندوق اللي أنا يعني اختزلته من المية عشان أشتغل جوه نفس المنظر برضو أهو نهر أو بح ونزلت لمنسوب عشان أعمل أواعد تحت وزي ما أنتوا شايفين التحت ده ممكن يكون حفار أو حاجة يعني نازل لأعماق كبيرة جدا ورغم ذلك مفيش مية بتدخل جوه برضو ده نفس الحاجة نفق بيعدي في وسط المية وبالعكس ده أنا بعدي مية من فوق مية يعني مجرى مائي من فوق مجرى مائي وفي طريق يعني تنوعات وأشكال كتير قوي أقدر أن أنا أعملها طيب إيه عيوب النظام ده لا يفضل عملها في مناطق السكنية لما تسببه من ضوضاء ناتج عن مكينة الدق أو الغرز ليه بقى؟ لأن أنا دلوقتي عشان أدق حاجة جوه التربة أنا ممكن لو جنبي بيوت قديمة أثناء عملية الدق دي البيوت القديمة دي تقع الموجات النتيجة من عملية الدق قد تؤثر على المنشآت المجاورة نفس الكلامي إذن هي بتؤدي إلى ضوضاء بتأثر على المناطق السكنية وبتأثر على المنشآت المجاورة لو كانت منشآت ما تستحملش الحاجة الثانية إنها صعوبة تنفيذها في أنواع التربة قوية لو أنا عندي تربة دي مثلاً نزلت أو فيها حجر استحال أن أنا أعرف أعمل حاجة زي كده فيها طيب إيه الأنواع بتاعتها؟ فيه نوع تاني اللي احنا شفنا اللي فابده كان الحديد بعد كده فيه حاجة اسمها Soldier Piles and Legend أو اللي بيسموه البرلين وول البرلين وول ما هي إلا قطاعات حديد بتدق جوه الأرض والقطاعات دي عشان تدق الأول بتتعمل لها زي خزوق خرصانة وبعد كده بدخل قطاع الحديد جوه فيبقى عندي مجموعة من قطاعات الحديد I-beams مدقوقة في الطربة أجي بعد كده أدخل ما بين كل عمود حديد وعمود حديد قطع خشب قطع خشب توصل فيما بينهم طبعاً الصور اللي جاية حتبين لنا أكتر يبقى كده أنا كونت حائط عبارة عن عواميد حديد بينهم خشب بيوصل في الاتجاه الأفقي بينهم هو ده مكون الحيطة بتاعتي ودي حيطة مشهورة لأنها سهلة ورخيصة مقارنة بالنوعية الأخرى طريقة التنفيذ احنا قلناها ده شكل تاني برضو بيبين طريقة التنفيذ أدي القطاعات الحديد اللي احنا بننزلها القطاع يمين وقطاع شمال وبينهم ألواح من الخشب بتنزل واحد وراء الثاني وكل ما تنزل لتحت كل ما الحيطة تعمق أكتر وأقدر أن أنا أحفر المسافة أكبر ده شكلها في الطبيعة أدي القطاع الحديد بتاعي طبعاً القطاع الحديد ده يا إما بعرف أدقه في الطربة وده غالباً بيبقى صعب يا إما بعمله حفرة زي جسة كده كبيرة أو زي خزوق كبير في الأرض والخزوق ده بملخ رفانة وبدخل جواه قطاع الحديد ده من فوق لتحته وبيبقى طالع لفوق فوق بقى قطاع الحديد وابتدي بعد كده فوق فوق الخزوق اللي أنا عملته وابتدي بعد كده أدخل قطاع الخشب الأفقية اللي بينهم وابتدي بعد ما عملت الكلام ده أقدر أحفر بسهولة في المنطقة دي وكل ما أحفر أنزل الخشب ده ينزل لتحت ينزل لتحت ودخل خشب جديد من فوق فيتفضل الحيطة بتاعتي عمالة تعمق كل اللي أنا غزيته في الطربة من الأول هو قطاع الحديد ده أما الخشب فبينزل معايا كل منزل فيه منسوب الحفر بتاعي نفس المنظر هو قادي قطاعات الحديد بتاعتي وهنا هو بابتدي قادي قادي القطاعات الحديد والخشب داير داير سواء كان الخشب داخل جوه الحديد أو داخل على وش الحديد ما تفرقش طريقة التنفيذ ولكن الفكرة واحدة ممكن طبعا مع الأعماق الكبيرة قوي إن أنا أضيف لو أنا حسيت إن هنا العمق أصبح كبير جدا والحيطة ممكن تبتدي من ضغط الطربة ميل أبتدي أمصمرها أو أعمل لها أنكرز أو حاجات تسبتها في الطربة اللي حواليها زي الحاجات اللي انتوا شايفينها هنا إن أنا أقوم أثبتها عشان أقدر أنزل لأعماق أكتر من كده كمان نفس المنظر هنا أهو برضو دا دي حاجات جانبية بتثبت لي قطاعات الحديد دي عشان قطاعات الحديد دي ما تملش لإنها بتبقى شغالة كنوع من الكنتريفر فلو هي نزلة العمق كبير مش هقدر إنها تفضل في مكانها فبضطر إن أنا أحط لها حاجات إضافية تسبتها وتمصمرها في الطربة اللي وراء نفس الحكاية أهي برضو كل دي صور عشان تخليك تتخيل المنظر نزلت الأعماق كبيرة فاضطررت في النص اللي أنا أحط صف من الأنكرز اللي تسبت لي الحيطة في مكانها طيب إيه المميزات؟ المميزات إن أنا ممكن أستخدم الأسلوب ده في المناطق السكنية لأن هنا أنا ما بدؤش أنا بعمل عملية حفر زي حفر الجسات وزي حفر الخوازي أنا بحفر لكل عمود من العواميد الحديد دي بحفر حفرة في الأرض ما كانها زي مكنة الجساد بتيجي تحفر وبعد ما بتخلص بتملع الحفرة خرصانة وبنازل فيها قطاع الحديد ده فأصبح قطاع الحديد نازل في حفرة محفورة مسبقاً وبعدين باجي من على وش الأرض اللي هي كانت عالية فوق أبتدي أحفر وأحفر وكل ما أحفر أقوم أحط قطاعات خشب في القطاعات الخشب تنزل لتحت تنزل لتحت معايا طول ما أنا بحفر فبالتالي العملية عملية الدوشة المعتادة بتاعة مواقع الحفر العادية ما هيش حاجة فيها دوشة بزيادة أو موجات تأثر على المنشآت المجوعة مناسبة للطربة المتمسكة لأننا أقدر أحفر هنا في الحالة دي لو أنا هفترض أن الطبقات اللي تحت فيها طبقات من الهارد كلي أو من السيمنتد سيند أو حتى من الحجر فأنا أقدر أن أحفر جواه بدون مشاكل طبعا الحجر الضعيف يعني ليه لأن لو حجر قوي طب ما أنا أقدر أحفر يعني أقطع جواه الحجر من غير ما أستخدم نظام سند جوانب من الأساسه يعني ولكن لو حجر مكسر أو ظلط أو فأقدر أتعامل معايا برضو طب إيه العيوب بتاعته؟ لابد من التأكد من قدرة الطربة على عدم الانهيار عند الحفر العمق الصغير حتى تتم عملية التجليد طبعا أنا زي ما أنتوا شايفين هنا التجليد بتاع الخشب اللي هو اللي بينزل ده تجليد الخشب ده بياخد وقت يعني بتبقى الطربة لسه مسكة نفسها شوية لا على ما الخشب يقدر ينزل لكن لو الطربة اللي ورا دي تربة طينية ضعيفة أنت مجرد ما هتعمل كده هتلاقي الطربة كلها دخلت جوة عندك فإذا هي لازم يبقى طربة لها قدرة على أنها تمسك نفسها شوية على ما السيستم اللي أنت بتعمله ده يتنفذ مظهور حاجة طبعا تتانية الواضحة الصريحة أنه غير مناسب لفوض الماء الجوفية يعني لو في ماء جوفية ورا هنا كل الماء دي كان زمان العمال دي كان لها غرقة ماء من قبل أول ما وقفت على طول فيبقى إذن هو ينفع في المواقع الجافة والطربة لازم تبقى مسكة نفسها شوية لكن هو رخيص جداً لشان كده احفظوا الاسم ده soldier pile and wooden lagging أو lagging wall ده نظام حفر سهل ورخيص بينفع في حالات خاصة ده برضو شكل لحاجة هي برضو سندنا الجنب العالي وعملنا بنفس الفكرة بس برضو لازم الطربة تبقى فيها شيء من التماسك عشان تمسك نفسها طيب نوع التالت بقى اللي هو الارسي وولز يعني لو أنا دلوقتي عاوز أعمل نوع تاني باستخدام الخرصانة فممكن بكل بساطة إن أنا أدق خوازيء من الخرصانة جنب بعضها الخوازيء دي وده النوع اللي انتوا أكيد شفتوه كتير قوي ما بتلاقي مثلاً بيحفروا للمنشأ ولا حاجة تلاقي يعمل لك سطارة سطارة يقولك بيدقوا الستاير الستاير إيه؟ خوازيء خرصانة جنب بعضها جنب بعضها وبعد ما خلص طبعاً بتتدق من على وش الأرض وبعد ما خلص أقدر أحفر وراها بدون أي مشاكل والخوازيء هتفضل وقفة في مكانها وسندة التربة اللي وراها ده طبعاً منظر لحيطة خلصة كل اللي حوالينا ده خوازيء خوازيء مدقوة كلها جنب بعضها وبعد ما خلصنا نزلنا وحفرنا لأعمق كبيرة والخوازيء وقفة في مكانها زي الفل برضو ده منظر جميل طبعاً لشكل حاجة معمولة بتقن شديد يعني أدي الخوازيء وطبعاً بعد ما بيخلصوا الخوازيء بيعملوا فوقها حاجة بنسميها كابينج بيم عشان تخلي الخوازيء كلهم يشتغلوا مع بعض ما يبقاش فيه خزوق يبقى عليه تحميل أكتر من التاني نفس المنظر الجميلة هو برضو نفس الحاجة خوازيء جنب بعضها ومتثبتة مع بعض وقادي الكابينج بيم اللي مدقوة فوقها ومن جوة بحفر زي ما أنا عاوز بدون أي مشاكل طيب الخوازيء بقى دي فيه منها تلات حاجات تلات أنواع والتلات أنواع كلهم ينفعوا على حسب نوع التربة اللي أنا بتعامل معه فأول نوع بنسميه الادجيسند طايل من اسمها كده ادجيسند طايل يعني أدي خزوق وبعدين فيه مسافة كده وجنبه خزوق تاني وبعد كده مسافة وجنبه خزوق تاني يعني الخوازيء مش لزقف بعضها بعيدة عن بعضها طبعاً ده أرخص نوع وأقل نوع فيه دقة تنفيذ لأن ما يجراش حاجة أن الخزوق يترحل يمين شوية شمال شوية فوق شوية تحت شوية مش هيجراله حاجة أنا كده كده منش مشترط أن الخوازيء دي تبقى ملامسة لبعضها التربة عندها إمكانية أنها تشيل نفسها في الحتة الصغيرة اللي بين الخزوقين فبيبقى عندي مكنة الخوازيء بتيجي تحفر خزوق وبعد كده تسيب مسافة وتحفر اللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده وبعد ما خلص بينتج عني عندي حاجة طبعاً بعد ما بحفر بنزل التقفيصة بتاعة الحديد وصب الخرصانة بتاعتي وبعد ما أعمل كده أقدر أحفر وحيبقى الشكل النهائي اللي عندي خوازيء قريبة من بعضها وبينها تربة نفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده خزوق وخزوق تاني وخزوق تالت ورابع وبينهم تربة بس التربة دي قوية شوية بحيث أنها تقدر تمسك بعضها وتمسك في نفسها طيب إيه المميزات بتاعته مناسب للتربة الجافة المتمسكة طبعاً ده واضح يعني توفير عدد من الخوازيء لما عملت فراغات ما هيش مسنودة بحاجة تربة مسكة نفسها فأنا وفرت في عدد الخوازيء يبقى أنا قللت تكلفة المشروع يبقى إذن ده أرخص نوع بالنسبة لي طب عيبه إيه؟ لا يصلح للتربة الغير متماسكة مثل الرمل لأن لو الرمل لو أنا جيت التربة اللي هنا دي كانت رمل لكم بكل بساطة كل الرمل حيتصفى وينزل ما بين الخوازيء ولاق التربة اللي ورا كلها نزلت قدام يبقى أنا ما عملتش حاجة فإذن هو ما ينفعش للتربة الغير متماسكة وما ينفعش في حالة وجود المياه الجوفية لأنه إذا أنت عامل مجرى يفوت يعني يفوت زلط مش يفوت مياه فبالتالي المياه حتى عادي في الفراغ ما بين الخوازيء وبعضها ده بيصل إلى 10 إلى 15 سنتي يبقى أنا بعمل لي خذوق مثلاً 60 سنتي وقوم مريح في مسافة 15 سنتي يبقى أنا وفرت في كمية الخوازيء المستخدام طيب النوع الثاني اللي بنسميه تانجنت باي تانجنت من اسمه كده يعني مماسي يعني الخوازيء بتمس بعضها يعني الخذوق الأولاني لازق في التاني لازق في التالت لازق في الرابع الخوازيء تكاد تكون لمسة في بعضها طيب ده إيه الميزة والعيف فيه الميزة إن خوازيء أفلت مع بعضها هي يبقى خلاص أقدر أخش على طربة أضعف ولو فيها حبة مياه يعني المياه برضو هتبقى أليلة في إنها تقدر تعدي ولكن بيقتضي ضقة تنفيذ عالية جدا لإن لو خذوق تنفذ ميل عن خذوق هيعمل لي فراغ يبقى ما ينفعش فإذن ده بيشترط أهو ده المنظر بتاعنا خوازيء زي ما أنتوا شايفينها يعني تكاد تكون لمسة في بعضها بس مثلا نيجي نبص هنا نلاقي الخذوق ده عنده فرق شوية ما هواش زي ده وده اللي هم قريبين أوي من بعض يبقى إذن بيقتضي دقة عالية في التنفيذ فالمميزات مناسب للطربة الجافة الغير متمسكة يبقى هنا التربة لو فيها مياه طبعا مياه عالية ما ينفعش خالص لكن يعني لو مبلل شوية مش هيجرى حاجة هتقدر أن انت يعني مش هتمسك برضو نفسها لكن الأساس أن احنا بنقول طربة جافة غير متمسكة ممكن تبقى سائبة ممكن يبقى رمل عدد الخوازيق حيكون أكتر شوية من اللي فات بس أقل من النوع اللي جاي اللي حنتكلم عليه اللي هو السيكن بايز اللي لسه حنشوف طيب العيوب بتاعته عدد خوازيقه أكتر طبعا وطبعا لا يصلح في وجود المياه جافة العالية لأن المياه جافة حتتصرب حتى لو فيه سمتي ما بين الخزوق والتاني لو التربة مبللة ماشي لكن مياه سايبة لا استحالة أنها تنفى طيب المسافة بين الخزوق والتاني على الحساب كده أن لو ده الديامتر بتاع البايل وده الديامتر بتاع البايل يبقى المسافة من السنتر لاين بتاع البايل للسنتر لاين بتاع البايل هو برضو بايل دايمتر عشان الفراغ اللي هنا صفر بالحساب طيب النوع التالت بقى وده الأحسن والأغلى اللي هو بنسميه السيكند بايل السيكند بايل فكرته مبنية على أساس إيه فكرته مبنية أننا خلينا أول نشوفه في البلان عشان حاجة زي كده باجي أعمل خزوق اللي هو اللونه رماضي ده ده اعتبروه دايرة كده لوحده وما فيش الخوزيق اللي فيها تسليح دي باعمل الخزوق ده وبعدين باعمل الخزوق ده وبينهم فراغ فيه فراغ في النص الخوزيق دي بتبقى خوزيق يا إما بتبقى بنتونايت يا إما بتبقى خرصانة عادية دي غير منفزة للميا فقط لكن ما تستحملش أي ضغط جانيبي ما تقدرش تشيل التربة يعني دي أكني أنا حاطت سدادة حاجة بس تمنع دخوله الماء وباجي بعد ما خلص الخزوق الرمادي ده والخزوق الرمادي ده أبتدي أحفر أحفر من أول وجديد الخوزيق المسلحة دي فالخوزيق المسلحة دي باجي أحفر الخزوق ده حلاق إن أنا بحفره اللي في النص ده تربة ويمين وشمال دي البنتونايت أو الخزوق اللي أنا بسميه البلاستيك أو الخزوق اللي هو العيرة الخزوق اللي هو عبارة عن سدادة بس للماء وبعد كده بنفذ الخزوق ده خزوق مسلح وهكذا ده وهكذا ده يبقى أنا في الآخر بتطلع لي حيط عبارة عن إيه خزوق مسلح سدادة خزوق مسلح سدادة خزوق مسلح سدادة وهكذا يبقى أنا نجحت في إن أنا أعمل لنفسي حاجة بالشكل ده كده إن أنا عملت الأول الخوازيء اللي هي الغير مسلحة وبعد ما عملت الخوازيء الغير مسلحة بحفر ما بينها وأعمل الخوازيء الخرصانة بتاعتي اللي بتوصل ما بين الخوازيء الغير منفزة للمية فبيتحول عندي حيطة الحيطة دي هي عبارة عن حيطة غير مكلفة لأن كمية الخوازيء المسلحة اللي فيها أقل من الخوازيء التانجنت وفي نفس الوقت استعوضت الخوازيء المسلحة بمادة غير منفذة للمية فأصبحت بتغطي كل اللي أنا عاوزه إنها غير منفذة للمية كمية التسليح اللي فيها أقل فبالتالي هي بنفذ الأول البلاستيك بايل أو الخوازيء الغير مسلحة على مساحات بحسبها طبعا وبعد كده بحفظ الخوازيء المسلحة جواها طيب ده الشكل بتاعها وده الصورة وده اللي احنا شرحنا عليه من شوية المميزات بتاعتها مناسبة للطربة أسفل منسوب المياه الجوفية طبعا لو في مياه جوفية ولا يهمني لأن الجزء ده غير منفذ العيوب عدد الخوازيء أكبر بس أكبر بالنسبة للنوع الأولاني اللي هو الأجيسن لكن بالنسبة للتانجنت لا أنا وفرت لأن التانجنت كان الخزوق ده والخزوق ده لمسين بعض أنا كده بعتهم عن بعض وحطيت بينهم خرصانة غير مسلحة أو بنتونايت فبالتالي ده أنسب نوع ولكن طبعا حسب بقى نظام المشروع وإيه اللي أنا حقدر أستفيد به في المشروع بتاعي والتكلفة نيجي بقى للسوبر بقى بتاع الشكل كله اللي هو الديافراموول اللي منكم سمع عنها ديافراموول دي بقى هي اللي بتغطي كل اللي فات يعني ده الأحسن بقى من السيستم ده اللي هي بعمل حاجة يعني مثلا لو كلمنا عن أنفاء حاجات على مستوى عالي لازم تتعامل ديافراموول حوائد سندة لمسافات كبيرة ديافراموول على طول ديافراموول هي عبارة عن إيه بس طعيد عن الكلام ده كله بقى أكني كده خدت حيطة خرصانة من الأول للآخر والحيطة دي تبقى لازق فيها حيطة تانية وتالتة وربعة وخمسة يعني المكنة بتيجي تحفر حيطة بالكامل مش خزوء وجنبه خزوء لا دي حيطة فبالتالي هي عبارة بيقولك هي عبارة عن حائط من الخرصانة المسلحة يتم صبها داخل التربة طبعا مناسب للمشاريع الكبيرة أي نوع من التربة مية جوفية أو مفيش مية جوفية بس طبعا كله بفلوسه تكلفة هتبقى عالية ومحتاجة مكان مخصوص ده المكنة المخصوص اللي هو بييجي المكنة دي بتيجي من على وش الأرض تحفر حيطة واللي بعدها تحفر حيطة تانية وتالتة وربعة وبعد ما نخلص نبتدي نحفر المناطق اللي بينهم ففي الآخر بقى كني نفز مجموعة حوائد لزقف بعضها فده بقى يعني والتقفيصة الحديد بتخش جواها وبصب بعد كده جواها الخرصانة بتاعتي هناخد مثال عشان يفاهمنا شوية إن أنا find the number of RC piles بيقول لك عندك قطعة أرض 40 متر في 25 متر وإنت عاوز تعمل فيها أنواع مختلفة من سند الجوانب مرة عاوزين نستخدم adjacent piles مرة نستخدم tangent piles مرة نستخدم secant piles ومديك ال diameters بتاع كل pile وبيقول لك ابتدي احسب لي أنت حنعمل إيه فحتيجي تقول والله طيب أنا إجمالي الأطوال اللي أنا عاوز أسندها 25 زائد 40 زائد 25 زائد 40 يبقى أنا عندي كده 4 أضلاع يبقى 130 متر طيب لو أنا استخدمت adjacent pile أبتدي أشوف طيب أنا الموديول بتاعي عبارة عن إيه؟ الموديول بتاعي عبارة عن pile diameter وجاب ما بين الخزوئين أبتدي أحسب يبقى أنا محتاج الموديول الواحد 60 سنتي أخذ البريمتر أقسمه على 60 سنتي يديني عدد البايلز وهكذا في حالة التانجنت التانجنت ما فيش عندي فراغات هو خزوء لازق في خزوء أبتدي أحسب ألاقي أن هنا احتاجت 217 خزوء هنا احتاجت 260 خزوء يبقى التانجنت أغلى من الادجيسنت طيب السيكنت هنا هيبقى عندي نوعين عندي نوع اللي هو البلاستيك بايل ونوع اللي هو الارسي بايل فأبتدي أحسب كل نوع ألاقي نفسي أن أنا محتاج 186 أرسي بايل يعني إذن ده أقل نوع فيهم ولكن أضيف لي زيهم بلاستيك بايلز اللي هي سعرها أقل شوية من الارسي بايل يبقى هنا السعر حيخش معايا كفاكتور لازم أشوف سعر البايل كام وسعر البلاستيك بايل كام وابتدي أحسب ولكن طبعا الميزة اللي أنا باخدها من السيكنت بايل كل نوع وليه التربة المناسبة لي يعني ده كان ملخص سريع للمحاضرة بتاعتنا اللي هي الشورينج سيستم بيورينا الأنواع المختلفة لسند الجوانب وبيعرفنا الفرق بين سند الجوانب والحوائط معلومة قد تلاقي بعض المهندسين مش فاهمينها يعني ممكن يلخبط بين شورينج سيستم وريتينينج وول هو ده لي استخدام وده لي استخدام وكل حاجة لها الحاجة بتاعتها وكل حاجة هي بتبقى الأرخص في بعض الحالات والأغلى في حالات أخرى شكرا لكم ونشوفكم في المحاضرات الجاية إن شاء الله سلام عليكم